اهلا وسهلا كيف انتم ما لبس عليكم كانت مني يربي تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم مجددا في القناة ديالي لدائما كترحب بكم اول حاجة كان اعتذر على هاد الاضاءة اللي شويش نقصة لانا الفيديو صوته شويش بكري هنا اياه كانت لقيلة باقي ما خرجت شي تكشيرش الاضاءة نقصة وغادي نبدأ على بركة الله اليوم جيتكم فيديو جديد بروتي جديد غادي نبدأ معكم نهاري من صباح احتان الليل اول حاجة كيفما كتشوفوا غادي نعدل اولا غادي نفرش الافريشة دي السريري وكيفما كتطلبوا مني انا لنشاركهم معكو فانا كنشارك معكم اي حاجة كطلبوها مني اليوم من بعد ما غادي نجمع البيت غادي نخروج عندي شي شغول على برة افطال الفطر غادي نفطل على برة وغادي ناديكم معايا راكم معارفين الوقت ضغيية كتطير 니لا بقيت في الدار وصوبت الفطر غادي نتعاطل على الشغول اللي عندي هنا كيفما كتشوفو عملت هاد الكاشميرا هادي اللي كتجي في اللون الاحمر الحجم ديالها كيجي كبير وحتى النوعية ديالها صراحة جيدة تهي كنت خديتها من المليليات ثمان ديالها كنت خديتها بشي 70 درهم ولكن ما كيجي وش معها الغلافات ديال المخايد كتجي بوحدتها فلهذا غدي ندخل معها هاد الغلافات اللي في اللون الابيض اللي كيجيو مع الصابانة اللي في البيض وكيفما كتشوفو هنا دخلت معها هاد المخايد اللي كنت شريتهم من مرجان اللي في اللون الراما ديال القري جاو معها ما بيهمش ما شي شي حاجة اللي هي الطب ولكن انا دائما ما كنبغيش نكتر المخايد بالالوان بزا فضر حيث كيديو لي لي سباس هنا جبعت وني خروجت قدتش يشغل على برة ودوس باش نفطر كيفما كتشوفو هنا يا طلبت القهيوة ديالي اللي صار حمل قداش نستغنع عليها مع واحد لكز ديالجي ضغونج هنا عندي خبيزة ديال الزراع معاها املو والزويتينات صافية تشيلي كين موسيقى 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 ومن بعد ما رجعت للدار كيف ما كتشوفو جباط هادا الربع كيتتسنعلي من البارح كانت جابولي الزوج ديالي خليته غسلته خليته كيقترلي لكاملة سوف نقطع القصور وبعد نزكرافوس كل حاجة نقطعها بوحدتها وغادي نعملهم في الأكيات بلاستيكية ومن بعد غا نعملهم في الفريقو دابا غادي ندوز باش نمسح هادا الجيهة هادي هادا نورنيا البوتاجي من هال الجيهة كاملة ونغسل هادو ديال العطرية لخاصة تغسل تغسل لخاصة تمسح تمسح بزاف للأخاوت كانوا كيسا قسوني على هادا العطرية كيف ما كتشوفو صراحة النوعية ديالها مزيونة بزاف هنا خليتها كتقطار راني غسلتها يعني ما كتتدرها متى شي حاجة كنت خديتها شي تلت سنين تقريباً الثامن ديالها كان شي ميتين وخمسين درهم كنت خديتها من المحل ديال القشوع يعني ما بالطبط كنت خديتها من الفندق الشجرة والنسي تكني فطنجة وصراحة مزيونة كيف ما كتشوفو من بعد ما غسلتها خليتها كتقطار ده بغادي ندوز باش نسحها صراحة مزيونة بزاف وبالنسبة هادو ديال القرعاس ديال العطرية فانا غي غل مسحهم ونرجعون بلاسهم اللي عمرين غل رجعون بلاسهم ولي خاوين غادي ندوز باش نغسلهم ما غسلتهم مش حيت سراحة مشي بزاف باش غسلتهم وباقي نقين راكم عارفين غيم علي دام الواحد كي بقى دبوسة عقسو يراقب الحاجة حيت ملي كي تندموا ما كتقدروش حديو فيهم غاي كتحديو فيهم كي يوليو كيلسقوا حالتهم حالة وخصوصاً انا بعدها عندي محطوطين حد البوطة يعني دبوسة عقسي نغسلهم دبوسة عقسي ندوز عليهم بين الفاترة والاخرة دبوسة عقسي ندوز عليهم وكن نظن بلي كاملين بيكم اي وحدارة عندها الكوزينة كتندم ليها وخصوصاً معا عندي غيل باب باتيوم يعني معليش يسترجم لي اللي على بره باش غاي دخل هو بزاف اللي هو شوي قليل في الكوزينة هديك شاعرج دبوسة عقسي نغسل هادشي لي كي يكون حد البوطاجي وهنا جبت هاد البالانغانا هادي غادي ندوز باش غادي نخوي هاد المغارف وهاد المواس كاملينتا هما غادي ننغسلهم حيث كل حاجات لي بعد المرات قاما كان قاقسوا فيها يعني ما كان نستعملوهاش وكا تبقى تمحتها كا تندم انا جبت هاد البانيو هادا جمعت في هادشي كامل غادي ندوز باش غادي ننغسلوه موسيقى 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 المترجم للقناة 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 والد والد صراحة يمزيونه مع التوم هنا كيف ما كتشوفو كنحك فوق منا وشحال ما كتصرتوش حال محسن دا بغدي ندوزل ثوابل اول حاجة كنعمل هي الملح عيني ميزاني بطبيعة الحال الملح ما نقدرش نعطيكم الكمية كذلك هنا عندي الفلفل احمر الفلفلة حرة عفوا بالنسبة للفلفلة حرة فكتبقى اختيارية وكل واحده كيفاش هنا عندي الفلفل احمر لي هوات حميرة كذلك عندي الكامون واخر حاجة غدي نضيفها هي البزار كيف ما كتشوفو دا بغدي ندوز نخلط مزيان هاد توابل هادو مع هاد لقامة او الزيت والربيع وغادي نخلطه مع هاد البطاطا من بعد غادي نجيب لاطا دي الفران كيف ما كتشوفو عمت معه فوق من هاد الكاغط وورق الزبدة هنا كيف ما كتشوفو غادي نستف هاد البطاطا كاملة وغادي ندخل هاد الفران اللي كيكون قبل بواحد المدة سخنتو على درجة الحرارة 300 درجة بطبيعة الحال انا عندي الفران دي الفران اللي كيكون سخنتو من فوق ومن تحت كيف ما كتشوفو استفتها كاملة وده بغادي ندوز باش غادي ندخل هاد الفرن والمدة دي الفران بكت تراوح من بين 10 ال 15 دقيقة حتى كنشوفو البطاطا دينا تحمرات وابقت مقرمشة دفا غادي ندوز باش غادي نقلي الحوت فبالنسبة لديك البطاطا إلا دخلتوها على فران اللي كيكون بارد رها غادي تتيبس يعني ما غاديش تخرج لكم قرملة وإنما غادي تخرج لكم يابسة هديك شعرش قد لكم خاسكم تسخلو الفران مزيان قبل ما تدخلو هالفران وهنا كيف ما كتشوفو قليل الحويتس ديالي عشيوة ساهل ماهل هنا البطاطا ديالي خرشها من الفران راكم عارفين البطاطا شحال ما عملتم اللي كتدخل الفران وكتخرج كتولي الكيمية قليلة المهم كان هذا هو الشكل ديالها خليتها يتحمرة شويش حيث كتعجبني الحاجة محمرة وكان هذا هو العشيوة المتواضع الخافي في الطريف اللي جعلها تشاكن تتمنى يا ربي أنه ينال إعجاب ديالكم وكانت تتمنى يا ربي أن هذا الفيديو ينال إعجاب ديالكم وما تنسوا لي شي للايك وما تنسوا لي شي لكمونتر إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوا شي أنكم تنضموا القناة ديالي بالضغط على الزر الأحمر اللي كيكون أسفل الفيديو اللي كيكون فيه اشتراك أو لسابسكرايب باش تنضموا العائلة ديالي واللي غادي نقول لكم دابا وهو نهاركم بروك ومسية سعيدة ما عارس فقط شوفوا هالفيديو واش بليلوا لاب النهار هذيك شي لاش كنتمنى لكم يا ربي السعادة في حياتكم وشكرا لكم بزاف على مشاهدة هالفيديو ما تنسوا لي شي لبارتاج وبسلام عليكم اشتركوا في القناة